موسيقى اهلا بكم مشاهدين في هذه النفذة الاخبارية من العب زار الرئيس البرتغالي مارسلو ريبالو دي سوزا الكاتدرائية المرقصية بالعباسية حيث كان في استقباله البابا تواضر الثاني ووفد كناسي وعقد البابا والرئيس جلسة مباحثات بالمقر الباباوي رحب خلالها البابا بزيارة الرئيس الى مصر والكاتدرائية كما زار الرئيس البرتغالي برفقة البابا الكنيسة البتروسية في العباسية ووضع اكليلة من الزهور على نصب التفكاري لشهاد التفكير الارهابي والذي وقع نهاية عام 2016 أصيب اكثر من مئة فلسطيني بجروح وحالات اختلاق خلال مواجهات مع الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة حيث يشارك الالاف من الفلسطينيين في فعاليات الجمعة الثالثة من مسيرة العودة الكبرى والتي انطلقت اليوم بعنوان رفع العالم الفلسطيني وسطاه بقوات الاحتلال والتي قامت بنشر القناصة والدبابات على طول الحدود للمزيد مشاهدين في هذا الشأن ينضم الينا هاتفية من غزة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبدالهادي أبو قناص أستاذ عبدالهادي ورحب بك على شاشة أونلايف كيف ترى الجمعة الثالثة لرفع العالم الفلسطيني وحرق العالم الإسرائيلي حقيقة يمكن القول بأن إبداعات جديدة ينفذها الفلسطينيون من جمعة إلى جمعة اليوم هي جمعة الثالثة حسب ما ذكرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى والتي هي التي من أشرفت على هذه المسيرة إبداع جديد حقيقة جسده الفلسطينيون اليوم بالإعلان عن رفع العلم الفلسطيني وحرق العلم الإسرائيلي حسب ما ذكر البيان الصادر عن الهيئة الوطنية العليا لمصيرة العودة وبالفعل أعلن الفلسطينيون من المناطق الحدودية عن رفع العلم الفلسطيني وحرق العلم الإسرائيلي وقاموا بتطيير بعض من الطائرات الورقية والأشكال الهندسية المعبرة عن حقهم في العودة إلى أراضيهم الوطنية التي هجروا منها ولكن فيما يتعلق بالوضع الميداني حقيقة حتى اللحظة يمكن القول بأن مواجهة تدور بين الشبان الفلسطينيين المتواجدين في هذه المخيمات مخيمات العودة والجيش الإسرائيلي المتمركز عند الحدود الشرقية والذي يقوم من خلال قناصة إسرائيلية بإطلاق النار على أولى الشبان حتى اللحظة هناك العشرات من الإصابات البعض من هذه الإصابات بالمناسبة أصيب بذخيرة حية نقل إلى المستشفيات المركز وهذا يضع أستاذ عبدالهادي علامة استفهام كبيرة إن كانت هذه كل المسيرات والتظاهرات والحجود هي حجود سلمية بالكامل لماذا هذا التصعيد من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي ما الذي يخشاه الجانب الإسرائيلي من هكذا تظاهرات أو تجمعات سلمية حقيقة من خلال المتابعة الميدانية لهذه القضية التي أشرت إليها هو الجيش الإسرائيلي يقوم بتصعيد إسرائيلي وإطلاق النار على كل متحرك على كل فلسطيني على كل من يقترب من المنطقة الحدودية حتى الأسلاك الشائكة التي تبعد ما يقارب مئات الأمطار عن الجند الإسرائيلي المتمركز في منطقة محصنة بالأسمنت إلا أنه عندما يقترب أي من هؤلاء الشبان من الأسلاك الشائكة يقوم بإطلاق النار عليه وحسب الإحصائيات الطبية هناك العشرات من هؤلاء الشبان أصيبوا ولكن يبدو بأن الجيش الإسرائيلي يخشى ما يخشى أن يتواصل الفلسطينيون في مصيرتهم وزحفهم باتجاه المناطق الداخلية بمعنى مناطق 48 ويزحفون بالفعل كما يناشدون في بياناتهم الرسمية الصادر عن الهيئة الوطنية العليا لمصيرة العودة وهو الهدف منها هو الزحف نحو أراضي 48 هذه المنطقة التي هجر منها الفلسطينيون عام 48 وبالمناسبة هم يرسخون هذه الأفكار في الأشبال والظهارات ويقومون بمضحف بمحاضرات بالإضافة أيضا اليوم كان هناك تطيير لطائرات ورقية كتب عليها أسماء القرى والبلدات الفلسطينية التي هجر منها عام 48 ومن ثم الجيش الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار على أولئك شبان لعدم اجتيازهم للمناطق الحدودية أو الوصول إلى مناطق 48 في هكذا أحداث تاريخية تمر بها فلسطين ساذ عبدالهادي ما أهمية تكاتف كل وتضافر كل الجهود وكل الفرق تعلم طبعا أن المصالحة الفلسطينية ما بين مد وجذر في الآونة الأخيرة ما أهمية أن تتضافر كل الجهود لإنجاح هذه التظاهرة بالفعل كما ذكرت لك أنفا أنه إبداع جديد يسطره الفلسطينيون كل يوم جمعة هذه الجمعة بالفعل تجد أن الأطياف الفلسطينية جميعا تحت راية العالم الفلسطيني وهكذا أطلقوا على جمعتهم اليوم جمعة رفع العالم الفلسطيني بما أنه لا فصيل فلسطيني يرفع أي من الشعرات الخاصة به بل الجميع يكون تحت راية العالم الفلسطيني لكي يؤكدوا للعالم أجمع بأن الفلسطينيين بالفعل موحدين والهدف واحد وهو الوصول إلى حقهم خاصة من هم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم جد على ذلك بأن هناك بالفعل إذا ما تتبعنا هذه القضية أقصد مصيرة العودة الكبرى نجد بأن الشعب الفلسطيني أو تحديدا الفلسطينيين هنا في قطاع غزة يلتفون حول العالم الفلسطيني حول موقف فلسطيني وعد من خلال الوفود والفئات التي تزحف نحو هذه المخيمات مخيمات العودة والتي بالفعل يمارسون فيها مظاهرات سلمية تظاهرات شعبية الدبكة الشعبية الأشعار وما شابه ذلك لكي يؤكدوا للعالم أجمع بأن هناك حق طبيعي لهؤلاء هو حقهم في العودة إلى أراضيهم وقرائهم ومن ثم هم يتجمعون عند المناطق الحدودية كصف واحد وحدة واحدة شعب واحد تحت راية واحدة تحت العالم الفلسطيني من أجل حق واحد وهو العودة إلى قرائهم وديارهم التي يهجر منها عام ثمانية واربائية وتسعمية بعد الآن أستاذ عبدالهدي هذه الهبة الفلسطينية من قبل الشعب الفلسطيني إيمانا منه بحق العودة وحق طبعا تقرير المصير كيف يمكن للسلطة الفلسطينية ولأساسة الفلسطينيين أن يقوموا بحسن استغلال هذه الهبة الفلسطينية للترويج والتسويق للملف الفلسطيني في المحافل الدولية بالمناسبة هذه الهبة الجماهيرية وإن صح القول هي المقاومة الشعبية هي من نادت بها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ سنوات عدة والجميع يجمع لهذه المقاومة الشعبية هذه التظاهرات السلمية هذه الفعاليات الرسمية والشعبية الجميع يجمع عليها ويجد بأنها بالفعل هي من توصل الحق الفلسطيني من توصل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة إلى تنفيذ القرارات الدولية إلى الإجماع الوطني سواء العربي أو الدولي أو ما شبه ذلك هم يؤيدون مثل هذه المصيرات خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي يواجه هذه المصيرات السلمية وتظاهرات الشعبية بإطلاق النار عليهم من القرنصة الإسرائيلية ويصيب من يصيب ويقتل من يقتل حسب آخر إحصائية وفقا للمصدر الطبي أكثر من ثلاثين شهيدا وثلاثة آلاف جريح حصلت هذه الموجة السلمية التي ينظمونها الفلسطينيون للجمعة الثالثة على التوالي وتدخل في اليوم السادس عشر أستاذ عبدالهادي أبو قيناس المحلل السياسي من غزة كنت معنا معلقا على المشهد في قطاع غزة إلى ذلك أدانا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أدانا إضرام مستوطنين النار في مسجد ببلدة عقرب جنوبين عبلس بإضافة الغربية وبحسب وكرة الأنباء الفلسطينية الرسمية فإن مستوطنين القوا مواد قابل للإشتعال على مدخل مسجد الشيخ صعادة أبو شاهر في البلدة ما أدى إلى احتراق أجزاء من كما تركوا شعارات عنصرية على قدرانه ذكرت تقارير روسية أن وفد الخبراء الروس لم يعثر على أي أثار لاستخدام أسلحة كيموية في مدينة دوما نقلت التقارير عن مصدر عسكري قوله إن وفد الخبراء وصل لدوما بعد يوم من الهجوم الكيموي المزعوم وأخذ عينات من التربة ولم يجد أثارا لاستخدام مواد سامة أو مصابين بين السكان دعا وزير الخارجي روسيسر جيلفروف إلى انتظار نتائج التحقيقات التي سيجريها فريق بعثة منظمة حضر الأسلحة الكيموية متوقعا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي عدم العثور على أي تيادلة لاستخدام السلاح الكيموية يجب أن نسعى للوصول إلى الحقيقة في سوريا يجب انتظار ما ستتوصل إليه بعثة خبراء منظمة حضر الأسلحة الكيميائية الحكومة السورية عبرت عن رغبتها في ذلك وأبدت تجاوبا كبيرا باستقبال فريق البعثة وهم الآن في دمشق وسينتقلون إلى دوما في أسرع وقت وأنا أتوقع عدم العثور على أي آثار لاستخدام السلاح الكيميائي خبراءنا أكدوا ذلك بالفعل فهو إذن حادث مفتعل من أطراف تشارك في حملة مناهضة ضد روسيا وأضاف لفروف أن موسكو تبقي على قنوات الاتصال مفتوحة مع واشنطن محذرا من أن التصعيد في سوريا قد يؤدي إلى موجات جديدة من المهاجرين نحن نبقي حاليا على قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية سواء على مستوى الرئيسين أو على مستوى القادة العسكريين وقد تم الاتفاق بالفعل على التحرك بإيجابية في سوريا خاصة أن الأوضاع الأخيرة مثيرة جدا للقلق لأن أصغر خطأ في الحسابات سيؤدي إلى موجات جديدة من المهاجرين وهنا نؤكد أن الإنذارات والتهديدات لا تساعد على الحوار في سوريا ولا تخدم مصالح أي طرف دعا وزير الخارجية الألمانية حيك ماس إلى ممارسة مزيد من الضغط السياسي على روسيا وذلك لتغيير مواقفها تجاه الملفات العالقة معها خاصة الأزمة السورية وشدد ماس خلال مؤتمر صحافيين في بروكسل مع رئيس المفوضية الأوروبية شدد على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة مشيرا إلى أن هناك ملحقة جنائية دولية لمرتكب الهاجمات الكيموية في دوما يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة بطلب من روسيا لبحث ما أسمته موسكو تهديد السلم الدولي على خلفية الأزمة السورية وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن بلاده تعول على عدم تجاوز نقطة لاعودة في سوريا واصفا التهديد باستخدام القوة في سوريا بأنه انتهاك لمثاق الأمم المتحدة اتفق الرئيس الأمريكي دولاند ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تريزاني على قيادة تحرك دولي لمنع تكرار الهجوم الكيموي المزعوم في دومابي الغوطة الشرقية خلال اتصال هاتفي اتفق ترامب ومي على مواصلة العمل عن كثب لصياغة رد دولي على استخدام الأسلحة الكيمويات في سوريا أعرب رئيس الفرنسي مانو المكرو في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عرب عن قلقه من تداهور الوضع في سوريا وقالت رئيسة الفرنسية في بيان لها ان مكرو أبلغ بوتين خلال الاتصال عن رغبته في تكثيف الحوار مع موسكو لإعادة إحلال السلام في سوريا إلى ذلك طلب زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا جيرمي كوربرين بإجراء تحقيق مستقل تقوده الأمم المتحدة في الهجوم الكيموي المزعوم في سوريا وقال كوربرين ان بريطانيا لا يجب ان تنتظر تعليمات من الرئيس الامريكي دونالد ترامب كما أكد ضرورة مناقشة التدخل العسكري البريطاني في سوريا داخل مجلس العموم البريطانية أكدت الخارجية وسورية التزامها بتعاون التام مع منظمة حضر الأسلحة الكيموية بالإضافة إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للقيام بما همها واتهمت الوزارة الولايات المتحدة والدول الغربية بالوقوف وراء حملة تضليل مستمرة بشأن استخدام الغازات السامة في مدينة دوما وادعاء وجود أدلة بحوزتها عن ذلك في السياق قالت الأمم المتحدة إنما لا يقل عن مئة ألف شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة في مدينة دوما وقال منسق الأمم المتحدة لأشعون الإنسانية في سوريا يعني أن المنظمة منعت لفترة طويلة من إرسال المساعدات إلى المدينة نتيجة للحرب معاربا عن أمله في أن يتمكن من يرغبون في مغادرة المدينة من الخروج منها مشاهدين هذه النفذة الإخبارية من أولايف لا تزال مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل القصير تفضلوا دائما بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد إلى الشأن اليمنية نشر الجيش واليمني مقاطع مصورة لمدينة ميديا السحرية بعد تحريرها من الحثيين تظهر الجولة المصورة انتشار الجيش في مختلف أحياء المدينة وكذا حجم الدمار الذي خلفته الحرب مع الميليشيات أطلقت قوات الجيش عملية عسكرية واسعة مدعومة من التحالف العربي تمكنت خلالها من تحرير مدينة ميدي بشكل كامل الأربعاء الماضي بعد ثلاثة أيام من المعارك المتواصلة وتعتبر مدينة ميدي مدينة محررة أول مدينة محافظة حجة تعتبر محافظة محررة لها ما بعدها إن شاء الله سبحانه وتعالى رفعنا اليوم العالم في ميدي سنربحه قدم داخل محافظة حجة وسنربحه بعد قدم داخل صنعاء بإذن الله بإذن الله هذا النصر ما هو إلا حلقة لسلسلة انتصارات بإذن الله في جميع الجبهات نهنيكم بهذا الشرف وأنتم أصحاب وطن ونحن معكم في هذا في خندق واحد وبإذن الله بإذن الله إن نفرح جميعا بالانتصار العظيم وإزالة وتدمير هذه الشرذمة الفاسدة التي وجهت سلاحها في اتجاه وطنها وفي اتجاه شعبها قال وزير الخارجية السعودي إن أزمة قطر لن تكون مطروحة في القمة العربية المقرر انطلاقها لحد في أرياض وأوضح لوكالة فرانس بريس إن هذه القضية لن تأخذ اهتماما يرقى إلى وضعها في جدول الأعمال كان وزراء خارجية الربعية العربية أكدوا أمس موقفهم الثابت بضرورة تلبية الدوحة لقائمة المطالب لإقامة علاقة طيبة وطبيعة معها دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في كلمة له دعا العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المزمع يجراؤها في الثاني عشر مما يلمقبل معتبرا أنها فرصة تاريخية لتحميل المسؤولية لمن يستحقها على حد تعبيره وها أنتم اليوم تقفون في مواجهة امتحان جديد وتحدي كبير ليس بأقل ضرورة وأهمية من المراحل والتحديات السابقة ألا وهو رهان الديمقراطية باختياركم لبرلمانكم الجديد وحكومتكم لأربع سنوات أخرى أيها العراقيون إنها فرصتكم التاريخية لتحميل أمانتكم لمن يستحق اعتقلت السلطات التركية سبعين ضابطا في الجيش للإشباه بصرطهم براجل الدين المعارض في التحلق جولن والمقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة تمرد فاشلة في 2016 قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال إن السلطات التركية اعتقلت مائة وستين ألف شخص وطردت نفس العدد تقريبا من وظائفهم الحكومية منذ محاولة التمرد التي تتهم أنقراء جولن بتدبيرها فيما ينفي الأخير تلك المزاعم اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كامي والذي أقاله بتسريب معلومات سرية داعيا إلى ملاحقته قضائيا مشيرا إلى أنه كذب أمام الكونغرس تحت القسم يتي هجوم ترامب بعد وصف كامي للرئيس الأمريكي بأنه كذاب بالفطرة وزعيم غير أخلاقي ذلك في كتاب جديد من المقرر ترحوه في الأسواق الأسبوع المقبل بفضل تقنية جديدة تطويرها شركة تكنولوجيا مقرها دبي سيصبح في مقدور المرضى أو من يجرون فحوصا طبية بانتظام الحصول على تقاريرهم الطبية في غضون دقائق مزيد من التفاصيل في سياق التخرير التالي سيصبح في مقدور المرضى أو من يجرون فحوصا طبية بانتظام الحصول على تقاريرهم الطبية في غضون دقائق وذلك بفضل تقنية جديدة تطويرها شركة تكنولوجيا مقرها دبي تعمل الشركة مع سلطات دبي في تركيب وحدات صحية تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح للعملاء إجراء فحوص طبية ذاتية لكامل البدن ما نراقبه من خلال الوحدة هو سكر الدم وضغط الدم ومركبات الجسم التي تشتمل على كتلة الدهون وكتلة العضلات والماء والطول والوزن بعد ذلك يمكن لتلك المعلومات أن تنقل للمستشفيات التي تراقبها وإذا اكتشفت مشكلة تتصل بالمريض المحتمل أو العميل طالبة منه زيارة المستشفى قبل استفحال الأمر وتحوله إلى مشكلة خطيرة وتهدف التقنية الجديدة إلى تسهيل عملية إجراء الفحوص الطبية من خلال إتاحتها للعملاء في الأسواق التجارية الكبرى والصدليات والصالات الرياضية أو حتى متاجر التجزئة الوحدات ستكون في أماكن يمكن وصول الجمهور لها بسهولة الفكرة منها هي أن تكون جوهرية لحياتك لتسهل علينا الأمر ستتوفر الوحدات في الأسواق التجارية الكبرى والصيدليات وأمام سلاسل متاجر ويتروز أو سبينيز أو كرفور أو حتى في الصالات الرياضية ستؤجل الشركة المؤسسة الآلات لأصحاب تلك الأماكن العامة من أجل خفض التكلفة وسيتح لها متابعتها وإجراء الصيانة اللازمة كما يثاح للعميل إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص به على شاشة قبل دخول الوحدة حيث يتبع بعض التعليمات الظاهرة أمامه على شاشة ويطلب برنامج الوحدة من العميل تنفيذ مجموعة متتالية من الحركات والاختبارات التي تستمر ما بين ثماني وعشر دقائق قبل أن يعرض النتائج ويرسل نسخة منها عبر بريده الإلكترونية هذا مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية هذه النافذة الإخبارية لم يتبقى فيها لتذكير بأبرز ما ورد فيها من العلمين البابة طوى درس الثاني يستقبل الرئيسة البرتغالية في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية ميات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جمعات العودة الثالثة موسيقى وروسيا تنفي وجود أي آثار لاستخدام أسلحة كيموية في داما موسيقى هذه هي الساعة الإخبارية على رأس الساعة ساعة إخبارية جديدة مشاهدين دمتن دائمون في أمان الله موسيقى